موسيقى يعني غالبا ما يكون هناك في خلط بين مفهومين الموازني والميزانيين ويتم استخدامهما وكأنهما يعني وجهان العمل واحدة أو يعني يعبران عن نفس الشيء وظن هذا خطأ شايع الموازني هي غالبا ما تتحدث عن توقعات وتقديرات مستقبلي وهي تكون بها الشركات والدول والحكومات والهيئات المحلية حتى مش بس الحكومة المركزية كأحد أهم أدوات التخطيط للمستقبل والرقابة على الأداء لأنه أنت لما بتحط موازنة بتتوقع شو بدك تنفق وشو بده يجيك داخل أو إيرادات وإذا كان هناك عجز بتحتطله مقدما وبتحاول توفر له مصادر التمويل في الوقت المناسب والمتاح حتى لا تقع ضغط النقص في السيولي وبتكون أنت تجنبت أي مخاطر أو تهديدات يعني بنسميها غير متوقعة أثناء تنفيذ أعمالك والموازنة للدول بالذات هي تعبير عن أيديولوجيا الحكم هي ليست مجرد أرقام هي تأم السياسات يقال له وأم التشريعات ليش؟ لأنه بكل بساطة الموازنة هي بتحدد أولويات الحكومة على ماذا تريد أن تنفق من أين ستأتي بالأموال وكل قرار من هذه القرارات بعبر عن أيديولوجيا في الحكم عن طبيعة الحكم يعني مش راح تلاقي دولة بحكومها حزب يساري عندها موازنة بنفس الطريقة ونفس الشبه ونفس التركيب ونفسها الكيه زي ما دولة بحكومها حزب يميني رأس مالي لبرالي بإمن به السوق الحر وذلك الأيديولوجيا الاقتصادية بتحدد هيكل الموازنة إذا كان هناك موازنة فيها إنفاق اجتماعي كبير فيها إنفاق على خدمات فيها رعاية للغلابة والمهمشين وفيها حرص على أنه الجميع يأخذ فرص متكافئة وفيها اهتمام بالبني التحتية بنسميها نفقات تطويري هذه بتكون موازنة يعني فواضح تماما بأنه يعني تنموية طويلة الأجل فيها يعني مراعاة لاحتياجات وأولويات المجتمع بس إذا كانت موازنة معظمها رواتب وأجور زي كثير من الدول على موازنة دول عربية اللي هذه الفاتورة بتصل لخمسين بالمئة في معظم الدول العربية معناته بكل بساطة والنفقات التطويرية بتكون غالبا هامشية خاصة لما يصير في دقول أقل أول مبضح ولا بالنفقات التطويرية اللي البناء التحتية وحتى النفقات الاجتماعية اللي بسموها الإعانات ودعم السلع زي ما صار في المصر والأردن وبالتالي هذا بيأدي إلى أن الموازنة تصبح يدية أو بنسميها موازنة عمياء أو موازنة غير مراعي لحقوق الناس وهي موازنة مشمرنة يعني هيكلها ثابت لأن العمود الفقري فيها رواتب وأجور وذلك الموازنة هي ليست أم سياسات وأن موام التشريعات هي قانون تصدر من المؤسس الرسمي التشريعي يصادق عليها المجلس التشريعي بعد أعدادها من الحكومة السلطة التنفيذية أو مجلس النواب ومن ثم تكون هي عندها قابل للتنفيذ وبعد التنفيذ سواء في هيئة محلية أو في حكومة مركزية أو في شركة على الجهة التشريعية التنظيمية اللي بترسم سياسات سواء كان يعني مجلس تشريع أو مجلس إدارة في الشركات مثلا أو مجلس بلدي في البلديات بتابع تنفيذ هذه الموازنة تأكد من أنه تم التزام بها ويراقب تنفيذها والحرافات اللي فيها وأين أخطأنا في التقديرات وأين أصبنا وبالتالي الموازنة الحقيقة هي تعبير عن رؤية البلد الشركي الهيئة المحلية لما يجب أن يقول له الاقتصاد وشكله أو الأداء المالي والتطلعات اللي المجتمع دائما بيحملها حول مؤشرات التعليم والصحة واللي خصوصا الآن نحن نتحدث الآن عن الألفية عن مؤشرات ما يسمى التنمية المستدامة اللي هي 2030 واللي بتركز على حقوق المواطنين وذلك الموازنة يجب أن تقرأ بهذا السياق وغالبا الموازنة مبتحة مش بس على إرادة ونفقات كمان الموازنة فيها الفرق بينهما هو تعبيرا حالة عجزة وفائض الدول العربية كلها للأسف بعد تراجع أسعار النفط بعد الأزم مالية العالمية 2008 بدأت تعيش في أزم مالية فيها عجز في الموازنة والعجز في الموازنة بتفاقم وهذا العجز في الموازنة بده تمويل وبالتالي فيه اقتراض في دين عام فمرتبط بزم موازنة كمان إدارة ملف آخر يسمه ملف الدين العام عندما تقترض الحكومات والهياة المحلية اللي هي البلديات حتى الشركات أكثر من اللازم هذا بحمل أعباء على أجهال القادمة فمتقييم الموازنة هو يجب أن يتطلع إلى ما هي هيكلها ومضمونها وإذا كان لها مضمون أم لا ولا مجرد أرقام صماء يعني بسموها موازنة محييدة موازنة بنود نحن اليوم في موازنات في العالم تهتم تعملها اسمها لانتقال موازنة بنود لموازنة برامج وأداء وفي ناس حتى انتقلت لخطوة أكثر سموها موازنة حقوق الناس البشر وهذا باتجاه دمقراطة الموازنة اللي فيها مشاركة وفيها اعتبار لأولويات الناس وبطلت زي ما بعملوا الدول العربية تظلت اليوم حتى اليوم نعمل موازنة بنود لا الناس اطورت كتير في فهمها الموازنة لأنها بتمس حياة كل أسرة وكل مواطن وكل شركي وكل فرد في اللي بيعيشوا في المجتمع لأنه كمان هي بتقول لك شو بننفذ الضرائب على الناس وشوين التوجهات في مسألات السياسة الضريبية ومنين بنا نوخ الضرائب من الأثرياء من الفقراء من مين بالزبط هذا كله بده تحليله كله هذا بخضاءة تحليله بخضاءة تقييم والأحزاب وأعضاء المجلس التشريع والنواب في أي دول لازم يناقشوا مضمون وسياسات الموازنة من المقابل الميزانية لا علاقة لها بالمستقبل الميزانية هي تسجيل لأحداث مالية ونفقات وإيرادات حدثت فعلا وتمخضت في النهاء عن حساب اسمه الميزانية يعني ما تملك الدولة أو الشركة أو الهيئة المحلية من أصول موجودات بنسميها مباني وأراضي ونقضية في الصندوق وما عليها من التزامات وشو ظل فائض لأصحابها سواء أصحابها كانوا فائض للشعب فائض لأصحاب الشركة المساهمين أو فائض للهيئة المحلية هذا بيسموه الميزانية وبالتالي هي تعبير عن نفقات فعلي ماضية وإيرادات فعلي ماضية عمليات مالية حدثت فباللخصها في قائمة اسمها قائمة المركز المالي اسمها الميزانية ومن اسمها؟ هي مركز مالي ما لك من أصول وما عليك من التزامات وشو بعد ما تدفع التزاماتك بيظل عليك فذلك الميزانية يعني غالبا الشركات اللي بتكون فيها الدول لا تقوم بإعداد ميزانيات الشركات بتكون فيها بتنشرها الدول بتعد إش بسموه حساب مالي ختامي سنوي وبالتالي خصوصا إذا كانت هذه الدول ما بتعتمد أساس الاستحقاق في المحاسب إذا كانت تعتمد أساس النقدي بتقدرش تعمل ميزانية لأنه أصلا ميزانية فيها التزامات وفيها ديول مستحقة وبالتالي هذا بتقدرش عليه فمثلا السلطة عندنا فلسطين ما بنعمل حساب ختامي ميزانية عمومة بنعمل حساب ختامي بل الإرادات والنفقات الفعلية لأنه احنا بقول بساطة بنستخدم أساس النقدي ودول عربية كتير زينا وذلك مشان نقدر نعمل ميزانية للدولة تنعرف شو إلها طرق إلها إلها حدائق عامة إلها بني تحتية بتنفق مليارات الدول بس ما بتعرف للأسف في سجل ملكيتها أو قيمتها الحال السوقية كامل اليوم بتسوى وهذه لها ثمن وعند دول اليوم الغنى تبعها الدول والبلديات هي بتقاس بما تملك من أصول ولذلك نعتقد الفرق ما بينهما بهذا الاتجاه هذا لها دور مستقبلي تخطيطي رقابي هذا فقط بأشر على وين كانت الأحداث وين إلى أي نتائج وصلنا فيها وهي فعلية أرقام فعلية وهذا الفرق بينهما اشتركوا في القناة